أشراق النور علينا عندنا خير المتاع أشراق النور علينا عندنا خير المتاع في سبيل الله قمنا قد ساعدنا بالتباع وراضينا بالله ربا دين ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم وأهلا أشراق النور علينا عندنا خير المتاع في سبيل الله قمنا قد ساعدنا بالتباع وراضينا بالله ربا دين ربي لا يباع يا رفاق الدربي هيا قبل أن يأتي الوداع أشراقة اليوم حكم الله على أهل النار يا ترى لماذا قال الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون عنوان اشراقة اليوم مخاصمة الله لأهل النار اسمح حبيبي المسألة ليست كما نتكلم الآن عبر هذه الشاشة المباركة وأنت تجلس في مكانك أو في سيارتك أو في محلك ولا نتكلم بهذا الهدوء الذي نتكلم به الآن فالمسألة أخطر مما يتصور الإنسان أهل النار حين يحكم الله تبارك وتعالى بدخولهم إلى النار يلبسون ثيابا من نار سيكونون عراية نعم ولكن ربنا أخبرنا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار حتى أن الملابس الداخلية لهم نار سرابيلهم من قطران والوجوه مغطاه بالنار وتغشى وجوههم النار السرائر وما فوقهم كما نسميها في الدنيا للحيفة وغيرها نار قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد الفرشة بتعتهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي المجرمين إذن المسألة ليست بالهيينة ولا السهلة لما الإنسان يبقى في نار أكيد هيبدأ يعطش ويطلب المية ربنا تبارك وتعالى له أمور عظيمة وقدرة مطلقة إنه يبدي أهل الجنة لأهل النار وأهل النار لأهل الجنة يزداد أهل الجنة حمدا لله ويزداد أهل النار حسرة على ما هم فيه وللأسف الشديد أهل النار في النار يظلون على ما هم فيه من شركهم في الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الإنسان بيمتع لتعود عليه ويبعث على ما مات عليه أهل النار وهم في النار أرادوا الماء من الطبيعي المفروض أصلا لما يدخلوا النار أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة لا نتألى عليك يا الله ولكن حسن ظن فيك أن تجعلنا من أهل الجنة أهل النار وهم في النار يا حبيب قلبي بيطلبوا المية مش من ربنا إنما يطلبوه من أولياء الله الصالحين يا عم الشيخ بقولك إيه؟ ما تعودش تحد في الكلام عشان ترجع وتقول لنا الناس اللي بيروحوا عند الأضرحة ويقولوا مدد يا حسين مدد يا سبتنا زينب دول من الصالحين هم من الصالحين لكن اللي بيروح حينك ده لا يحسب من الصالحين لأنه الاعتاد على الطلب من غير الله وخلي بالك الطلب من غير الله شرك أكبر لأنه بيشرك مع الله جل وعلا في أسمائه وصفاته ما هو أبو جاهل كان بيؤمن بأن الله موجود أبو جاهل وابو لاهب كانوا بيقولوا إن ربنا اللي خلقنا زي كثير من الناس الآن لكنهم كانوا يتخذون مع الله آلهة أخرى ينزرون لغير الله يدبح قدام إساف وأنائلة وهبل وغيرهم هكذا يفعل الناس ولذلك في الدنيا من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه أهل النار هم في النار يطلبوا المدد من أهل الجنة ونادى والنداء قد يأتي في الكرآن بمعنى الدعاء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله أهل الجنة أو يأتي النداء من قبل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين تركوا أهل الجنة ورحوا جري على خزنة النار وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنِّمْ أُدْعُوا رَبَّكُمْ ننظر إلى اللفظ أُدْعُوا رَبَّكُمْ ده إن تفأل بالنار لماذا لا تقول أُدْعُوا رَبَّنَا؟ أُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قالوا فَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ وَتَوَجَّهُوا بَعْدَ أَنْ تَوَجَّهُوا لِمَخْلُقَاتِ يَطْلَبُونَ مِنْهُمْ الْمَدَدْ وَالْعَوْنِ لِينجُوا مِمَّا هُمْ فِيهِ فَتَوَجَّهُوا لِكَبِيرِ الْخَزَنَةِ مَالِكُ وَنَادَوْ يَا مَالِكُ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِسُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ما قالوش يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّنَا لازالوا على ما هم فيه اللي تعودوا عليه في الدنيا الوسطى والمدد من غير الله الحكم الخطير هيجي بسبب إيه بقى لم يأتي الحكم الخطير بسبب أنهم كانوا يقولون ربك ولم يقولوا ربنا لم يأتي الحكم الخطير بسبب أنهم أشراكوا مع الله جل وعلا الحكم الخطير جدا على أهل النار خلي بالك من حتة دية وهي إشراقة عجيبة لأهل الجنة ولطيفة عظيمة للناس اللي هم ظلموا في الدنيا بعد أن توجهوا للمخلوقات ما لأوش حل هل لك نروح بقى للخالق قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين أهو قالوا إيه ربنا أخيرا قلت ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون جاء الحكم الخطير ومن أقسى الأحكام على أهل النار اخسأوا فيها ولا تكلموا خلي بالك الحكم هنا لحيثيات ليه يا رب إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا يعني الحكم الخطير ما جاش عن أنهم أشركوا مع الله الحكم الخطير ما جاش على أنهم يعني اتخذوا مع الله آلهة وأنذروا لغيره بل وحاربوا الله ورسوله بل عكس سبحان الله ده جه الحكم الخطير لمجرد أنهم السخروا من عباد الله فخلي بالك من نفس الصالحين أوعى الإشراقة عظيما والإطلالة عجيبة أحبابي أحباب المصطفى محمد اصبروا وصابروا واحتسبوا أي أحد سيسخر منك أو يستهزئ وأنت تسجد لله أو تعبد الله وليهمك إنا لله وإنا إليه راجعوا أشرق النور علينا عندنا خير المتاع في سبيل الله قمنا قد سعدنا باتباع ورضينا بالله ربا دين ربي لا يباع يا رفاق الدرب هيا قبل أن يأتي الوداع وإلى إشراقة جديدة وإطلالة سعيدة بإذن الله نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله أشرق النور علينا عندنا خير المتاع أشرق النور علينا عندنا خير المتاع في سبيل الله قمنا قد سعدنا باتباع ورضينا بالله ربا دين ربي لا يباع